بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الخامس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس العدد 26 إذن أحبايا الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا نميز شكل العدد 26 ثانيا نشير للعدد 26 ثالثا تمثيل العدد 26 رابعا كتابة العدد 26 أحبايا الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا إذن هنا لدينا هنا سوف نقوم برسم المدلول مدلول العدد 26 إذن أحبايا الطلاب والطالبات تعرفنا سابقا في الدروس السابقة على العدد 26 إذن تعرفنا على العدد 26 وقمنا أيضا بعد الأعداد إذن إلى العدد 26 أحبايا الطلاب والطالبات لدينا داخل هذا المربع الأزرق سوف تظهر لدينا كور حمراء سوف أقوم بعد هذه الكور وسوف تقوم عزيزي الطالب بعد هذه الكور أو الدوائر الحمراء هيا نقوم بالعد يا أبطال إذن هيا نقوم بالعد واحد اثنان ثلاثة رددوا معي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن أحبايا الطلاب والطالبات لدينا هنا ستة وعشرون دائرة حمراء إذن لدينا هنا ستة وعشرون دائرة حمراء إذن هنا ننبه على أولياء الأمور أن يقوم ولي الأمر برسم مربع كبير ثم يقوم الطالب برسم إذن برسم ستة وعشرون دائرة إذن باستخدام القلم أو أحد الألوان لكي يستفيد الطالب من هذا النشاط في هذه الشريحة يا أبطال كم المبلغ الموجود داخل هذه الخزانة إذن داخل هذه الخزانة يا أبطال سوف يظهر لدينا مجموعة من الفئات النقدية فئات عشرة ريالات وفئات ريال واحد وسوف نقوم بعد هذه الفئات هيا يا أبطال نقوم بعد هذه الفئات لدينا هنا عشرة ريالات إذن لدينا هنا عشرة ريالات عشرون إذن عشرة وعشرة عشرون عشرون ريالا واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن أحباي الطلاب والطالبات مجموع هذه النقود هي كم يا أبطال؟ كم مجموع هذه النقود يا أبطال؟ أحسنتم ستة وعشرون ريالا إذن هيا نكتب ستة وعشرون ريالا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن ولدينا هنا يا أبطال في هذا النشاط صل الأعداد في العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني إذن هنا لدينا يا أبطال مجموعة من الأرقام أو الأعداد لدينا هنا مجموعة من الأعداد في العمود الأول ولدينا أيضا مجموعة من الأعداد في العمود الثاني إذن سوف أقوم بتوصيل الأعداد بما يناسبها إذن لدينا هنا العدد 25 إذن سوف أقوم في العمود الثاني بالبحث عن العدد 25 هيا يا أبطال نبحث عن العدد 25 إذن ها هو العدد 25 أين هو العدد 25 أحسنتم ها هو العدد 25 إذن وهنا لدينا العدد 26 أين هو العدد 26 يا أبطال أحسنتم ها هو العدد 26 وهنا العدد 23 أين هو العدد 23 أحسنتم ها هو العدد 3 23 وهنا لدينا يا أبطال العدد 24 أين هو العدد 24 أحسنتم ها هو العدد 24 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا يا أبطال سوف نقوم بعد هذه النجوم إذن هيا نقوم بعد هذه النجوم لدينا هنا يا أبطال مجموعة من النجوم سوف نقوم بعد هذه النجوم هيا نعد هذه النجوم إذن هنا لدينا نجمة واحدة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشر واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن مجموع هذه النجوم يا أحباي الطلاب والطالبات ستة وعشرون نجمة إذن مجموع هذه النجوم هو ستة وعشرون نجمة وهنا يا أبطال إذن لدينا هنا يا أحباي الطلاب والطالبات تمثيل العدد بالأشكال إذن تعرفنا سابقا يا أبطال أن هذه الأشكال إذن لدينا هذا العمود يمثل العدد عشرة إذن هذا العمود من المكعبات يمثل العدد كم يا أبطال؟ أحسنتم العدد عشرة والمكعب أو المكعب الصغير يمثل العدد واحد إذن هذا العمود يمثل عشرة وهنا يمثل العدد واحد هيا نقوم بعد هذه الصناديق إذن لدينا هذه الصناديق سوف نقوم بعد هذه الصناديق هنا لدينا عشرة إذن هنا لدينا عشرة وهنا أيضا عشرة عشرة وعشرة عشرون إذن هنا واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن أحبايا الطلاب والطالبات كم عدد هذه الصناديق أحسنتم ستة وعشرون إذن عدد هذه الصناديق أو هذه الأشكال هو ستة وعشرون أحسنتم يا أحبايا الطلاب والطالبات ولدينا هنا يا أبطال الوسائل التعليمية هيا نتعرف على الوسيلة التعليمية إذن لدينا هنا يا أبطال هذا اللوح الخشبي سوف أضع داخل هذا اللوح ستة وعشرون شكلا واحد اثنان ثلاثة رددوا معي يا أبطال أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشر عشرون واحد وعشرون إذن اثنان اثنان وعشر ثلاثة وعشر أربعة وعشر خمسة وعشر ستة وعشر إذن عدد هذه الأشكال يا أبطال هو ستة وعشرون شكلا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر